جهود دقوبة تقوم بها الدولة المصرية لتطوير المحافظات والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل تلك الخدمات تطوير المستشفيات وترميم دور العبادة ومحطات المياه وتوفير المواد الغذائية الأساسية بجميع المحافظات اليوم الثاني على التوالي استمرت جولة محافظ الجيزة بمدينة الواحات البحرية لتفقد المشروعات المختلفة والتي شملت أعمال وتجديد مسجد الأنصاري بمدينة البويط وحرص على تكريم حافظة القرآن الكريم من أبناء المدينة كما تفقد المحافظ مستشفى الواحات البحرية للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى مؤكداً أنه سيتم تدعيم المستشفى بالعديد من الأجهزة الطبية لزيادة الخدمات الصحية وأكمل المحافظ جولته بتفقد محطة تحلية المياه الرئيسية التي تدخل مياه للمدينة والتي تعتمد على استخدام الأساليب الحديثة في العمل اليوم الثاني على التوالي وسط أهلين أهالي الواحات البحرية لمست بنفس المشاكل اللي عندهم مرين على المستشفى المركزي الموجودة يعني المستشفى يمكن مدعمة بأجهزة مش قليلة محتاجين تدعيم أكتر والأهم من كده الطاقة البشرية لإدارة شؤون المستشفى الطبية للأسف غير مكتملة نتيجة بعد الوحات طبعاً عن القاهرة فإحنا إن شاء الله هننظر في الأمر دوت ونتواصل مع معالي وزير الصحة الجولة شملت تفقد إحدى شركات وزارة التموين للتأكد من توفر السلع للمواطنين ووجه المحافظ بمزيد من الدعم والموارد المختلفة لأهالي الوحات البحرية بالإضافة للتأكيد على أهمية المقومات السياحية التي تتمتع بها المدينة والعمل على وضعها على خريطة المدن السياحية الكبرى تفقد معالي رصف عدد 8 كيلو متر دعماً لتجمعات الموجودة في قرى الحيز طبل أمون ومنطقة عين جمعة ومنطقة ريس ومنطقة الغربية أيضاً تفقد معالي مشروع إنشاء وحدة المطافي واللي كان من ضمن الاعتمادات المخصصة للوحدة المحلية المركز الوحات البحرية جمعية بتعمل على تنشيط السياحة والحفاظ العلبية بالوحات البحرية وتدريب الكوادر السياحية الجديدة أو الدليل الصحراوي وتأهيله عشان يبقى دليل صحراوي بدون مشاكل في الصحرة عموماً الحاجة الثانية زيارة سيد المحافظ سيكون صبورت لنا لأن سيادة تطلع وعمل رحلة صحراوية وشاف المقاومات السياحية الفريدة من نوحها في الوحات البحرية فبنطالب سيادة الوزير المحافظ ورئيس الجمهورية أن الوحات البحرية تضع على الخريطة السياحية جولة مهمة استمرت على مدار يومين للوقوف على مشكلات أهالي مدينة الوحات البحرية والعمل على حلها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتأكيد على مواصلة تلك الجوالات لمتابعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة وتقديم أفضل الخدمات التي تليق بالمواطنين وبالمكانة السياحية والأثرية لمدينة الوحات البحرية محمود جميل التلفزيون المصري